أهلا بكم في حلقة جديدة من أمني فيرس ووتشور النهاردة هنتكلم على شخصية من أقدم الشخصيات الموجودة في عالم الكوميكس وهي ستار فاير ناخد فكرة عنها عن قدرتها في الكوميكس ستار فاير هي شخصية تبع دي سي كوميكس أوت زوليا في الكوميكس كم شهر وأكتوبر سنة 1980 الكلام ده كان في العدد رقم 26 من ستة الكوميكس دي سي كوميكس بريزينتس على إيد الكاتب مارف أولفمن هي سوبر هيرو متصنفها رقم 21 في طب 25 سوبر هيرو جوا دي سي كوميكس تبقى لأي جي إن ورقم 13 في طب 20 بنت سوبر هيرو تبقى ليه كوميك بوك ريسورسز اسمها الحقيقة هو كوري أندر اللي بيترجم إلى ستار فاير بالإنجليزي من كوكب تاميرن البعيدة عن الأرض 26 سنة ضوئية جوا النظام النجمي فيجا الملك بتاع الكوكب ده عنده ثلاثة عيال هي تبقى تاني واحدة فيهم واختال كبيرة اسمها كوماندر سكان الكوكب عندهم القدرة إن هما يمتصوا الأشعة فوق بنفس جاية ويحولوها للقدرة على الطيران أختها كان عندها مشكلة ومرض نادر من وهي صغيرة مش بتعرف تطير فبتتدي تتشاف إنها غير جديرة إنها تبقى ملكة مستقبلية وبيتشال منها ولاية العهد وبتروح لكوري أندر كوماندر بتبقى مضايق جدا من أختها وبتبتدي تكرهها يوما ما كانوا هما الاتنين بيتمرنوا على كوكب أكارة بنشوف إنه كوماندر بتققى من فوق منحضر أختها بتكرر تمكزها عشان عارفة إنها مش بتقدر تطير وبالفعل ده اللي بيحصل كوماندر بترد الجميل وبتحاول تموت أختها بتتنفى آخر جملة هي بتقولها تمنى إنه تتحرقوا جميعا في الجحيم بتخون علاتها والكوكب بتاحها وبتطلع على الامبراطورية الستادل تديهم معلومات مهمة على كيفية غزو طمرا وبالفعل ده اللي بيحصل الملك بيبقى مجبر إنه هو يسلم كوري أندر لامبراطورية الستادل كأشارة ودلالة على خضوعه كوري أندر بتقضي في السجن سبع سنين بتلاقي كل أنواع العذاب والإساءة واللي بيكون مشرف عالكلام ضغطها بعد كهما الاتنين بيتخطفوا من قبل عركة فضائي اسمه الساينز عايزين يعملوا تبارب عليهم عايزين يعرفوا إيه أقصى قدر ممكن من الطاقة التامرينيونز يقدروا يستوعبوه قبل ما ينفجروا من فارط الحمل الزائد هي بتطور قدرات جديدة قدرة بيبقى اسمها ستار بولتس وهي القدرة على توليد وإخراج الطاقة من جسمها على شكل انفجرات هي بتتحرر بتحول تحرر أختها بس أختها بتضربها بقدر كبير جدا من الطاقة أقوى منها هي شخصيا وبتحول تموتها هي بتهرب بتاخد سفينة فضاء بتوصل كوكب الأرض بتقابل فريق التايتنز بتقرر تفضل معاهم بتسمي نفسها ستار فاير بتحب روبن اللي هو دي جريسون بتاخد لنفسها هوية بشرية اللي هي كوري أندرز وبتشتغل موديل فقصة انفاينايت كرايسز هي بتنضم الفريق دونات روي اللي بيحققه في وجود صب في الكون وبعد مساعدة أبطال كتير بيقرفوا ينتصروا على إليكزاندر لوسر جونيور اللي كان عايزة عيد إنشاء المالتيفيرس بالشكل اللي هو شايفه مناسب وفي نهاية القصة دي بيتم الإعلان عن اختفاقها بس هي بتكون على كوكب بعيد ومعاها أنيمال مان وآدم سترينيون بعد مغامرات كتير وخصوصا مغامرات مع لوبو هم بيوصلوا كوكب الأرض هي بتبقى منتور ومعلمة الجيل جديد من التايتنز وبتشتغل مع الأويتسايدرز وبتنضم للجاستيس ليج بترتبط وبتتجوز كتير جدا يعني هي تجوزت مرتين من تامرانيونز مرة يبقى أمير عشان يعمله معاهدة سلام والمرة التانية كانت قائد الجيش والمرة دي كانت بتحبه وفي المرتين بيموته ما الكاب ترتبط بواحد اسمه فرانكلين بيطلع أنه هو جسوس في هايف وبيموت هو كمان كانت على وشك أنها تتجوز نايت وينج اللي هو ديك جريسون بس ريفن اللي كانت شريره في الوقت ده بتقتحم الفرح وبتموت البريست قبل ما يعلن أنه هم زوج وزوجة بعد كده بنشوف انها بترتبط بكابتن كوميت وبروي هاربر وفي خط زمني تاني اللي هو كينج دوم كوم بتتجوز نايت وينج وبتخلف منه بنت إحنا داتي ممكن نتكلم على قدراتها هي قدراتها هي تمرينية لذا هي جسمها مهيئة أنه يمتص الأشعة فوق بنفسجية يحولها لطاقة نقية بيسمح لها بالطيران بسرعة عالية جدا بتسافر عبر الفضاء بتقطع مسافات كبيرة فوقت قليل كمان هي عندها قوة بدنية كبيرة جدا وقدرة عالية على التحمل هي خبيرة في الفنون القتالية عرفة تتغلب على دونات روي وبتعرف تصمد قدام واندر وومان بعد التجارب اللي عملها الساينز بقى عندها إمكانية إنها تطلق الطاقة المخزنة في جسمها على شكل انفجارات بيبقى اسمها ستار بولز هي كمان بتعرف تتلاعب بأنواع الإشعاع المختلفة في أشكال الحياة الأخرى ومرة عملت كده مع كريبتونيين وعضافتهم جميل جدا ممكن نتكلم برضو إنها بتعرف تطلق كل الطاقة المخزنة في جسمها مرة واحدة على شكل انفجار ضخم يقال إن درجة حرارته بتبقى قد درجة حرارة الشمس هي وشعبها عندهم القدرة إن هم يستوعبوا ويتعلموا اللغات المختلفة عن طريق التواصل الجسدي هي مش محتاجة تاكل أو تشرب أو تنام أو تتنفس إلا لو كانت مستويات الأشاع على الفوق بنفسجية في جسمها قليلة كمان عقلها منيع ضد الاختراق العقلي بالنسبة لزراف الأعمال الفنية لو حنتكلم على المسلسلات فهي ظهرت في مسلسلات الانيميشن تين تايتنز وتين تايتنز جو دي سي نيشن شورتز بالإضافة لدي سي سوبر هيرو جيرلز وبالنسبة لللايف أكشن فيظهرت في مسلسل تايتنز بالنسبة للأفلام فيظهرت في أفلام الانيميشن باتمان سوبرمان بوبليك أنيميز فيلم ليجو تين تايتنز ترابل إن توكيو بالإضافة لده هي ظهرت في سلسلة أفلام تين تايتنز جو ودي سي سوبر هيرو جيرلز وظهرت في العالم السينمائي الانيميشن اللي هو DC Animated Movie Universe وظهرت في أكتر من عشر ألعاب فيديو جيمز أشهرهم Injustice 2 بس كده دي كانت حلقة سريعة تكلمنا فيها على Starfire في الكوميكس أنا عايزك دوقتي تقولي في الكومنس انت هيرايك في الشخصية دي شايفها قوية ولا لا؟ عايزنا نتكلم عن مين الحلقات الجاية احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير ولو انت مش عمل سبسكرايب أعمل ومتنساش تدربة غروس